اهلا بكم سيدين مرة تانية ومستمرين في فقرات نهارك سعيد بس منحب نفكركم ان لفتايته فقرة او نازل راهي الشهر دلوقتي وعايز تشوف اي فقرة ممكن تشوفونا على نهارك سعيد على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم 3 باللغة الانجليزية او تتواصلوا معنا على الفيسبوك او تويتر نهارك سعيد بردو فقرتنا دلوقتي عن السمنة وتعرف السمنة بانها تلك الحالة الطبية التي تترقم فيها الدهون الزائدة بالجسم لدرجة تتسبب معها في وقوة اثار سلبية على الصحة مؤدية بذلك الى انخفاض متوسط عمر الانسان ومشاكل صحية كثيرة جدا خلونا نتكلم عن السمنة والتي تعتبر اشرس امراض العصر الحديث وعن الجديد فيها مع ضيفنا النهاردة دكتور عماد مكرم عضو الجماعيات الطبية المصرية للسمنة صباح الخير يا فن دكتور مشكلة السمنة ما هيش مرتبطة بالغنى ولا الفقر لكن في الكثير من الفقراء بيبقوا وزنهم زايد جدا وفي الكثير من الاغنياء بيبقوا وزنهم زايد جدا الاسباب الرئيسية للسمنة ممكن تكون ايه في بلدنا والضبط هو احنا عايزين نقول لكل المشاهدين ان احنا قبل ما نبدأ يا جماعة نعمل نظام رجيم وقبل ما ناخد نظام غذائي نمشي عليه ونلعب رياضة لازم نشخص اسباب السمنة لان كل سبب وليه علاجه يعني مثلا لازم كل حد بيعمل رجيم يعمل تحليل براز عشان يبين لتحليل براز ايه ايه الاكل اللي بيتهضم عندي وبالتالي الحرق بتاعه كويس وبيكتمل في جسمي وبيخرج مع البراز والجسم بيمتص منه احتياجاته بس وايه الاكل اللي ما بيتهضمش التحليل ده بيبين لي اربع حاجات النشويات مثلا اللي هي الرز والعيش والمكارون هل انا جسمي بيحرقها الانزيم الاميليز بيطلع لهضمها وتكسيرها بشكل كافي ولا لا البروتين هل انا بدخن عليه ولا لا اللحمة والفراخ والسمة الالياف والدهون وتلاحظ حضرتك بعد التحليل ده تستغرب ان فيه ناس كتير بتدخن من الالياف اللي هي الصلطة والفرسة هي انت تختلف من بني ادم للتاني اه طبعا على حسب انت حضرتك بتكتر في ايه لفترة طويلة من الوقت فتيجي مثلا الناس اللي عمالة بتاكل خاص وخياره تبقى عملية تعود يعني ولا تبقى عملية ايه يعني الجسم بيعمل بيتكيف على طريقة معينة الفترة معينة فبيكمل عليها بعد كده لا هو حضرتك كل عنصر مثلا في الدهون انزيم اللي هو بيتكسر الدهون مش مكافي كل اللي انا باكله فيبدأ يعمل ايه يخزنه تحت الجلد يبقى كمية الانزيم مش متفقة مع الاكل اللي انا باكله يبقى في الحالة دي لو انا جسمي ناقص في النشويات بتديله انزيم اللي بيتكسر النشويات الاميلاز ودي حاجة طبيعية جدا بتخليك تاكل كمية اكتر من النشويات والحرق عندك بيزي وكل واحد على حسب السبب بتاعه يعني فيه ناس مثلا الصلطة والفاكهة والخيار والخاص اللي بننصح بيهم كنا لأكلهم كتير عشان ناس تخس على اساس ان فيها الياف بتحس بالشبع بتنفخ القولون وبتسد الامعاء فتخليك بتاكل لقمة عيش او معلقة رز بعدها لانها ما خرجتش ان الالياف اللي قابليها ما خرجتش تحول لدهون والجسم يخزنه فبالتالي تلاقي نفسك ناس تقولك انا باكلش كتير زي الاول ومن اقل لقمة باتخن فيبقى احنا لازم نحدث سبب الغذائي سبب تاني كمان مهم جدا تحليل البول قبل ما نبدأ احنا ناس كتير بتاكل املاح وحوادق ومخللات لما بنلاقي الاملاح دي عالية في البول بتخلي الجسم يخزن مية يبقى انت وزنك بيتنفخ من غير ما تكون بتاكل اكل كتير لكن فيه سوائل تحت الجلد بتعرف نوع الاملاح حال في املاح زلال صديد بتديها العلاج المناسب ليها مع النظام الغذائي طبعا المناسب بتلاقي الحد بيخس بطريقة سهلة من غير مقاومة يقولك انا بعمل رجيم وبخسش كفاية لا انت لما بتشخص السبب بتجيب نتيجة سريعة طب النسبة للاجسام هم دهنية طلبين ان هما ما يكلوش خالص دهون ولا بيبقى موقفهم ايه ما ينفعش ما ناخدش النسبة اليومية من الدهون احنا لازم ناخد لنا نسبة يومية طب اللي عنده اكسسفات او نسبة دهون عالية بشكل وراسي مثلا بعض السيدات والبنات تقولك انا واخدى شكل الارداف من والدتي مثلا بتعمل لها حاجة موضعية عشان تكسر الدهون يبقى انت نظمت عملية الحرق في جسمها عن طريق التحاليل والعلاجات اللي هي بتاخدها والنظام الغذائي والمكان المعين اللي هو ما بيستجبش للرجيم معاك بتعمله اجهزة بتدوب الدهون تحت الجلد على حسب النسبة بتاعتها ده هنا بنحش بقى في اطار عمليات التجميل هي قسمين على حسب نسبة السمنة اللي عندي لو الدهون كمية قليلة بنستخدم حاجة مثلا زي الكافيتيشن او الريديو فريكوانسي لو النسبة كبيرة بنعمل جراحة اللي هي اللي هي كانيولا بندخلها تحت الجلد بشعاع الليزر وبتدوب للدهون تحت الجلد وبتشد الجلد القسم الثالث للسمنة بقى زيادة او بنعملها عملية شفط دهون مع بتوع جراحة التجميل طيب الجزء الاول اللي هو معظم الناس السمنة البسيطة مكان في البطن مكان في الارداف الكافيتيشن عبارة عن 40 ألف هرتز موجات فوق صوتية بتتركز على الخلية الدهنية تحولها من مادة صلبة لمادة سائلة سيرم زي ما بنيجي نشو لحمة كده بتنزل الدهون على اية سائل السائل ده يروح عالكبد يكتمل حرقه ويخرج مع البول ومع البراز يبقى انت بدأت عملية الحرق بتاعت جسمك خليت عليت قدرة الجسم على الحرق لان الجسم بنفسه هو اللي خرج الدهون وصرفها مع الاوعية اللي مفاويل اللي انت فتتها بالجهاز ونقلها للكبد وخرجها مع البراز فيبقى صعب جدا انك ترجع في الوزن تاني او تدخل مرة تانية من المكان ده تمام طيب ايه الاثار السلبية العامة للسمنة؟ طبعا السمنة هي مرض العصر ومدخل لكل الامراض يعني مثلا انا هقول لحضرتك النسبة كبيرة من حالات انسداد الانبيب عند السيدات وضعف الخصوبة بيبقى بسبب السمنة بتتراكم على المبايد وعلى القنوات فالوب فبتعمل تكاييسات على المبايد وانسدادات في الانبيب والتحتار مع بتوع النساء ده كاترة النساء يعملوا عمليات كتير بالمناظير عشان فرصة احداث اخصاب ومن غير ما تنقص وزنها ما بتجيبش اي نتيجة او بتبقى نتيجة ضعيفة لكن محيط زي محيط البطن او اسفل البطن مجرد ما تنزلوا من خمسة لعشرة كيلو فرصة الخصوبة للبنات والسيدات اللي هي بتنتظر حمل بتبقى عالية جدا فادي اول تخصص تخصص تاني امراض القلب والاوعية الدموية ناس كتير عندها جلطات في القلب بسبب الدهون الدهون لما تتراكم في شريان وتقلل الليومن او القطر بتاع الشريان بتقلل تضفق الدم من القلب والخروج منه فبتعمل الجلطات القلب وارتفاع في ضغط الدم كمان الدهون مدخل مع بتوع البطنة لمرض السكر من النوع التاني اي حد وزنه زيادة بيبقى عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم مع اي انفعال ومع اي مجهود فهي مدخل الحقيقة بالنسبة للعظم الغضريف العمود الفقري اللي بيحصل لنزلات غضروفي بسبب الوزن ازاي تخشوهنا في مبصل الرجبة فهي السمنة ام الامراض لانها بتتدخل مع حاجات كتير جدا طيب لو سألنا هل نعكس الموضوع السمنة هي انه زيادة جدا في الوزن لكن غالبية الدنيا دلوقتي بتسعى ان هي تنزل وزنها لغاية ما يوصلوا زي ما يقولوا للسيكس باكس يعني اللي هو عضلات البطن كلها تبقى زهرة وفي ناس بتعمل المستحيل علشان تخص توصل للسيكس باكس وانا سمعت معلومة علمية مش عارف دي حدك تصححها لي هي صح ولا غلط انه دي ما بتظهرش غير لما نسبة الدهون بتنزل لنسبة معينة تقريبا 14% غير كده ما بتظهرش يعني مهما عمل ومجهود رياضي ما لم نسبة الدهون توصل للنقطة دي فهو مش هيوصل للشكل ده ده علميا مدى صحته ايه كويس اوي السؤال ده عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين اللي هي واحدة او واحد عنده بطنه عنده ما يسمى بالكرش ويبدأ من اول يوم يعمل تمرينات لعضلات البطن عشان يعمل بروز للعضلات وتشكيل طبعا ده غلط جدا البداية بتمرينات للبطن في بداية الرجيم لما يكون فيه لما يكون فيه وزن كبير على البطن بالزبط كده ليه لان انا لو عندي 5 كيلو او 10 كيلو على البطن وبعمل تمرين بطن بطن على فوق ده حملة على فقرات العمود الفقري فبيعمل تآكل وانزلاغ وضروفي يبقى انا بسبب قبل ما بخسسه بعمله مشكلة تانية الحاجة التانية الدهون على البطن دي المترجمة وانا بعمل التمرين وبشد العضلات لو انا عند انتفاخ وعسر هضم وماعلكتوش بالتحليل لسه بقول عليها يبقى بزود ضغط البطن وبزود الضغط على القولون فباجيب لنفس كده سباستيكولون او قولون عصبي او زايدة بسبب التمرين اللي انا بعمله وهتلاقي الحد ده مش قادر حتى يعمل المدى الحركي بتاع تمرين عضلات البطن فممنوع تمرينات عضلات البطن في بداية الرجيم بالعكس انت تفتت الدهون وتعالج المسببات سواء سوق هضم او غضة ضرقية او كورتزون زايد وفي النهاية بعد اما الدهون يحصل لها تفتيت تبدأ تعمل التمرينات عضلات البطن تديك احسن نتيجة تعمل تشكيل لعضلات البطن وتعمل شد للجلد وهو ده الصحيح مش نبدأ بالرياضة ننهي بالرياضة عشان نشكل الجسم بعد التأسير ماذا صحة المعلومة ان هي نسبة معينة لازم نسبة معينة من الدهون عشان دي تظهر اصلا انه غير كده ما هو نسبة الـ 14 او الـ 15% من وزن الجسم او من كتلة الجسم دهون دي نسبة طبيعية ما احنا ما بنفضيش الجسم من الدهون خالص لان الدهون دي لازمة لصحة الشعر والصحة الجلد لا بس النسبة دي صح النسبة دي مظبوطة بس ما ابتديش بالرياضة انا بنهي بالرياضة عشان ما ضرش ما صلحش حاجة واضر حاجة يعني لازم انزل لغاية ده وبحس ان انا يبقى اساسا عضلات البطن ظهر عندي نسبيا وابتدي ألعب عشان تشكلها وتقوّل عضلة لكن مش هينفع تقوّل عضلة وهيا فوقيها 10 كيلو او 15 كيلو دهون طيب بالنسبة للسمنة جزء كبير منها جداً بيجي من نظام الحياة ممكن نقول ايه اللي ملوش اي تنظيم يعني إذا ما نقول بالعربي كده سهلا طلبان يقدم بيأكل اللي بيجي في سكة واحياناً بناكل برا بنبقى مضطرين ان احنا ناكل برا علشان ما فيش وقت ان انا اروح اكل فبناكل من الشارع احياناً بيبقى الاكل ده مشبع بدهون خرافية وكل ما تلاقي الاكل رخص كل ما تبقى عارف ان ايه هتلاقي فيه دهون ممكن منها مثلا انواع الشاورمة بالذات ناس بتاكلها بتبقى مصودة بيها لكما بنقعد نبص فيها كده نلاقي فيها دهون يعني ما شاء الله طيب إذا ما يقدم يعمل ايه علشان يبقى عنده لايف ستايل هلتي او صحي يضمن له ان وزنه يبقى ثابت ما يلاقيش فجأة وزنه بيزيد هو مش عارف يتصرف فيه وفي نفس الوقت ما يجيلوش امراض طيب احنا الفاست فود او الجانك فود او الواجبات السريعة المشبعة بالدهون كل الاطباء في كل البرامج بيحذروا منها وعارفين اضرارها ان دي اسوأ حاجة على الصحة وبتقدل امراض الكتير اللي احنا قلنا عليهم بسيقوله زالنا على الودان امر بالسحر كمية الاعلانات اللي في التلفزيون بتخلي الناس تجري عليها طيب يعني احنا ممكن نعملها يوم في الاسبوع اللي هو اليوم الفري لكن ما تبقاش لايف ستايل لان انا في فيتامينات ومعادن محتاجها من انواع الخضار والسلطة والفكهة والاكل الصحي ما بتتوفرش في الحاجات دي ونقص الفيتامينات دي بيؤدي الى تهدل في الجلد بتلاقي شباب صغيرين بجولنا بيقولك انا بعيني مع الرجيم او وشي بقى فيه شحوب انا ظهرت لتجعيد بدري انا شعري فيه تساقط بسبب انها بتاكل اكل في مواد حفظة واكل فاست فود واكل مشبع بالدهون كتير فبتضر الصحة وبتؤدي لعجز مبكر يعني بتخلي الحد يكبر قبل سنه الخلايا نفسها بتاعت الجسم عمال بتديها دهون ومن ناحية تانية ما بتديهاش الفيتامينات والمعادن اللي لازمة للصحة فاحنا بنأكد الخضار الصلطة الفكهة ونسبة البروتين والنشويات اليومية بس برضو احنا لو الناس بتعمل كده واحنا بننصحهم هم نقللو طب في حاجة تانية تعادل ده تخلينا نحرق اللي احنا بناكله يعني احنا خلاص تبقنا ان احنا هنقلل في الفصل قبل ما نشوف هنحرق ازاي اللي احنا كلنا خليني مكان المشاهد اللي قاعد في البيت قاعد بيتفرج علينا احنا قلنا له كلام برضو هلك دكتور بتكلمون فيه فيتامينات هو طبعا مش عارف البيتامينات ولا عارف ايه المطلوب بالزبط خلينا نتكلم ببساطة ايه اللي الناس ممكن تعمله علشان تعيش حياة صحية في الاكل يبقى عارف هو ايه اللي يكلوا وايه اللي ما يكلوش وفي حدود قد ايه يعني الحاجات البسيطة تمام اللي ممكن الناس تتبعها في البيت من غير ما تحتاج ان هي تروح لدكتور او انها تقعد تسمع وصفات وتمشي وراء طرق ويقولولهم ربع مش عارف معلقة ايه وايه تعارف الحاجات المسمع بالزبط خلينا نتفق على النظام الغذائي العام اللي ممكن الناس تتبعوا الصحي احنا معنا ثلاث واجبات في اليوم الفطار الغداء العشاء وفيه واجبتين سناكس بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء تعال نشوف مكونات كل واجبة المفروض تحتوي على ايه الفطار لازم يبقى فيه حاجة اسمها الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة الكاملة اللي هيزة القمح البليلة الشعير الشفان انا بكلمك على الاكل الصحي دي بتنظم الهضم وبتنظم الحرق في جسمي وبتحسن الصحة العامة تاخدها مع لبن منزوع الدسم ومع لقية عسل نحل ده احسن فطار اللي بيدي طاقة ليومك كامل بالنسبة لوجبة الغداء هي الوجبة الاساسية لازم تحتوي على شربة لازم تبدأ بيها قبل الاكل لان دي بتحفز العصرة المعادية اللي بتهضم الاكل وبتحرقه بعد كده طبق السلطة بعد كده نسبة نشويات بس بنسبة معينة اللي هي بولة رز او مكارونا ما نزودش ناخد طبق الكبير المقاس الصغار اللي هو كأنه طبق الاطفال ونسبة البروتينات سواء لحوم او فراخ او اسماك والخضار الستيه دي الوجبة الصحية بتاعت الغداء نيجي بالنسبة للعشاء لازم يبقى فيه فكهة مثلا سمرتين فكهة وزبادي او حاجة لايت عشان ما يحصلش حمودة بالليل قبل النوم او حاجة فيبقى الزبادي والفكهة او الجبنة القريش مع صلطة دي احسن عشاء ولازم كل ما خلصنا واجبتنا بدري كل ما خسنا اكتر يعني انت لو بدأت افطارك سبعة الصبح مثلا وتغديت اتناشر او واحدة وخلصت اكلك على الخمسة او سبعة بالليل ده احسن نظام لكن كل ما اخرت مواعيد واجباتي كل ما الحر بيقل عندك وبتبدأ يحولها الجسم اللي دهو وده سؤال كنت سأل له حضرتك مدى ارتباط النوم وتنظيمه بالاكل في السم لانه ناس كتير بتاكل ممكن تقول لك انا باكل قليل ونام لكن ده بيسبب سمك ما هو بيأكل امتى انت ممكن تكون واجبة واحدة بتاكلها بس بعد ما بترجع من شغلك فترة بالليل اللي هو عمل المعدة بيبقى خلاص ضعف فترة بالليل دي طبيعة بيلوجية ربنا خلق اهلنا فالاكل والنوم على طول غلط احنا بنقول لازم تبدل صاحي بعد الاكل بساعتين او تتمشي حتى بعد العشاء او تقلل واجبة العشاء قدر الان كان اللي هو جسمك يقدر يتعامل معاها مش يحولها للدهون ويخزنه طب مدى تحكم العوامل الوراثية في السم رصيها اللي بتشكل الجسم يعني انت حضراتك بتلاحظ كل بنت او بتاخد نفس شكل السمنة من والدتها دي في الجينات موجودة وبتبقى بتسبب سمنة موضعية يعني البنت تلاقي نفس شكل سمنة موضعية لكن احنا بالحاجات الجديدة اللي بنعملها بتفتت الدهون بتنقص عدد الخلايا الدهنية اللي موجودة في منطقة زي مثلا الاربات الكافيتيشن بينقص العدد بتاع الخلايا مش بينقص الحجم بتاع الخلايا وبالتالي انت بتعالج بتنقص العدد لو انا عندي 100 خلايا خلتهم 50 ما بترجعش تتخن تاني لانك انت نقصت خلاص من البنت العدد الزيادة فكأنك نهيتها من عندها مش هترجع تتخن تاني دكتور دكتور عمد مكرم عضوة بمعيات طبية المسائل السمنة بنشكرك جدا نورتنا مشاهدين انه كانت نهات فخرتنا فخراتنا مستمرنا في النقارك سعيد بعد الفاصل على تول ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة